اهلا بكم عزيزي المتابعين اهلا بكم واسعد الله اوقاتكم بكل خير طبعا الجميع بيتابع عن كسب قضية القاء الخبض على الفنانة الممثلة من شلبي في مطار القاهرة عقب عودتها من امريكا طبعا وضبطها بمخدر مرجونيا او المرجوانة وطبعا احنا كلنا متابعين لتلك القضية لحظة بلحظة ايه اللي حصل مع الفنانة من شلبي ويه اللي جرى ويه النيابة العامة او ليه النيابة العامة قررت اخلاق سبيل المتهمة ولم تأمر باجراء التحاليل الطبية لها او ليه النيابة العامة ايضا قررت اخلاق سبيلها بضمان مالي وقدره خمسين الف جنيه تعال اقول لكم الوقع وهي عائدة من اثناء عودتها من امريكا وهي في مطار القاهرة كان معها حقائب وشنط حطوها على اجهزة الاشعاع تم التشكك في تلك الحقائب لما تم التشكك فيها من قبل رجال الجمارك لقوا فيها مادة مخدرة المادة دية موجودة في المتعلقات بتاعتها فطبعا تم تحرير محضر لها والقاء القبضة عليها وعقب ذلك تم اخذها من قبل رجال الامر وتم عرضها على النيابة العامة او نيابة النزح اجريت التحقيقات مع المتهمة وتم طبعا مواجهتها بالاتهامات والتحريات وتم مواجهتها بما استندت اليه النيابة العامة من خلال الادلة المقدمة اليها من قبل رجال الامر لما النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها وطبعا وجهت المتهمة فانقرت الاتهامات المسندة اليها النهاردة الوقعة دية وقع التعاطي المواد المخدرة هل هناك جريمة تعاطي يمكن ان تسندها النيابة العامة الى المتهمة طبعا لما نيجي نفكر او نيجي انا بصفتي محرر قضائي او متابع للشان القضايا عن كسب وطبعا على طول في المحاكم اتابع المحاكم اول باول واتابع القضايا والاحكام التي تصدرها محاكم الجنايات كان هناك منذ فترة طبعا جميعنا كان متابع القضية لو نتذكر قضية ابن كامل ابو عالي في الغرداء وطبعا كيف حصل المتهمة على حكم البراءة من تعاطي المواد المخدرة لانه كان متعاطي المواد المخدرة في سويسرا قبل ما يجي مصر وسويسرا ما بيتعاقبش المتهمين فيها على تعاطي المواد المخدرة وطبعا النيابة العامة او المحكمة وقتها استمعت لأقوال ممثل من السفارة السويسرية وبناء على هذا قررت المحكمة او قادة المحكمة ببراءة من تهم التعاطي المواد المخدرة لان الفترة الزمنية اللي كان فيها سافر ورجع كانت فترة زمنية وجيزة النهاردة النيابة العامة علشان خاطر بعد كده ان هي ما تعملش اجراء فيه اجحاف بحقوق اي متهم ايا كان ولسابات المراكز القانونية للجميع امام القانون النهاردة النيابة العامة لم توجه للمتهمة تهم التعاطي مواد مخدرة وبالتالي لو النيابة العامة فرضا قررت النيابة العامة ارسال المتهمة الى مصلحة الطب الشرعي لاخذ عينات منها وتحليلها واسبت التحليل ده ان المواد المخدرة موجودة في دماء المتهمة هل يمكن النيابة العامة ان هي تعاقب متهمة تعاطي مواد مخدرة في دولة يسمح بها بتعاطي المواد المخدرة ولحظة قدومها تم اجراء التعاطي لها بتبين ان هي دماءها بها مواد مخدرة طبعا الاجراء ده هيكون فيه اجحاف بحقوق المتهمة لانها ارتكبت الفعل ده في دولة اخرى والدولة الاخرى دي لا تعاقب قوانينها على تعاطي المواد المخدرة عندنا الجزئية التانية اللي هي جزئية هامة جدا لماذا تم اخلاء سبيل المتهمة النيابة العامة على مستوى الجمهورية معظم قضايا او كل قضايا المخدرات تعاطي المواد المخدرة بيتم اخلاء سبيل المتهمين فيها باستثناء بعض القضايا اللي هي بترتبط بجرائم اخرى زي ما يكون في تحليل المخدرات لواحد سائق عربية طبعا عشان خاطر هو سائق عربية بيؤثر على الاخرين او بيكون في حدثة لقضها الله فبيتم اجراء تعاطي المخدرات له فمن هذا بيكون الجريمة نفسها جريمة لها خصوصية بعكس المتهم اللي هو تم القبض عليه لتعاطيه المواد المخدرة فقط يبا النهاردة عايزين نفرق بين حاجتين بين ان النيابة العامة على مستوى جميع النيابات على مستوى الجمهورية بيتم اخلاء سبيل المتهمين فيها المتعاطين المواد المخدرة طيب النيابة العامة لما دأبها كذلك على مستوى جميع النيابات الجمهورية اخلاء سبيل المتهمين ما لم يكن التعاطي مرتبط بقضية اخر يبقى احنا عندنا النهاردة الجميع امام مركز قانوني واحد ومركز قانوني ثابت اللي هو الجميع امام القانون سواء هل من العقل والمنطق ان النيابة العامة هنا تأمر بحبس المتهمة اربعة ايام على زمة التحقيقات وعقب ذلك تحيلها محبوسة الى محكمة الجنايات ام ان النيابة العامة تخلي سبيلها كغيرها من المتهمين في مثل تلك القضايا برضو عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا لان اغلبكم للأسف ما بينزلش محاكم او متبعش معظم القضايا اللي هي مطروحة على محاكم الجنايات وقصة ان جرائم التعاطي من الجرائم التي تنظرها محكمة الجنايات معظم قضايا التعاطي امام محاكم الجنايات بيأخذ فيها المتهمين لو شفنا عدد القضايا اللي هي منظورة امام محاكم الجنايات والاحكام ربما لم نجد هناك حكما بالحبس سنة حكما بالحبس ستة اشهر واكثرها بيأكم براءة او حبس مع ايقاف التنفيذ محاكم الجنايات لها نظرة اجتماعية نظرة بعيدة جدا في معالجة تلك الجريمة ومعالجة تلك القضايا معظم المتهمين امام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية لو حد قعد في محكمة المحكمة الجنايات بتنظر قضايا خلال اسبوع يعني كل محكمة بتنظر قضايا اللي هي قضايا التعاطي خلال اسبوع شوف امسك الرول بتاع الجلسة وشوف عدد القضايا اللي هي مطروحة على محكمة الجنايات وشوف الاحكام اللي صدرة في تلك القضايا لو لقيت هناك احكام بالسجن احنا بتكلم بالسجن او احكام العقوبات فيها مع ان عقوبة التعاطي ديت بيصل فيها الحكم تبقى للقالون ل 15 سنة بس النهاردة معظم المحاكم بتراها يعني بيكون فيه علاج معين للمتهم وبيكون في بعض المتهمين المحكمة بتأمر بحبسهم على زمة القضية يعني مدة زمنية معينة وبتكون التقدير في النهاية تقدير محكمة الجنايات ان هو يكفي ما لقاه المتهم من عقوبة اللي هي الحبس مدة زمنية معينة على اسم خاطر المعظم بيكون قدامه مستقبل والنيابة العامة او المحكمة بترى ان يعني هذا الاجراء اللي تم على المتهم يكفي ان هو يكون منبه الو ان هو ما يرتكبش الجريمة ديت مرة تانية او يسلك هذا الطريق مرة اخرى من شلبي لم تحصل على حق من النيابة العامة باستثناء او متميز عن غيرها من المتهمين في تلك القضايا ولا يمكن عقلا او منطقا او لاي انسان ان هو يمثل امام القضاء فيصدر حكم ضده لانه ممثل مشهور او يصدر حكم اخر لانه مغمور الحاجات دي كلها لا الجميع لازم يكون امام المحكمة سواء الغني زي الفقير القوي زي الضعيف لازم ان احنا ننظر بعين العدالة وعين المنطق لكل القضايا النيابة العامة قررت اخلاء سبيل المتهمة بضمان مالي وقدره 50 الف جنيه وارسلت الاشياء المتعلقات بتاعتها اللي هي يشتبه في قونها بها مواد مخدرة الى مصلحة الطب الشرعي لاجراء الفحوصات اللازمة وبيان ما اذا كانت تلك المواد تدقل ضمن المواد المخدرة طبقا للقوانين المصرية وطبقا لقرارات وزير الصحة من عدمه وسيكون هناك تصرف من النيابة العامة في تلك القاضية خلال ايام القادمة بشكر حضراتكم جدا وتابعونا سنكون معكم نوضح لحضراتكم ما يعني ابعاد القضايا او اهم ما جاء في قرارات النيابة العامة او الاحكام التي تصدرها محاكم الجنيه شكرا لحضراتكم